موسيقى قوات سوريا الديمقراطية تحرز تقدماً جنوباً رقائطاً سحاب تنظيم داعش منها الجيش العراقي يقتحم مدينة الموصل القديمة من ثلاثة محاور الدول المقاطعة لقطر تؤكد لمنظمة التجارة قانونية إجراءاتها أهلاً بكم مشاهدين إلى نشرة أخبار اليوم نبدأ من سوريا وتحديداً من الرقة حيث سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على كسرة محمد علي جنوب الرقة إثر انسحاب تنظيم داعش منها كما حققت قوات سوريا الديمقراطية تقدماً على حساب تنظيم داعش بالأطراف الغربية من قرية رطلة جنوب الرقة بالتزامن مع قصفاً جوي على القرية وكانت قوات سوريا الديمقراطية قد شنت هجوماً مضاداً على داعش في محاولة لاستعادة حي الدولة بالرقة في الرقة أيضاً يمارس تنظيم داعش أساليب مختلفة بحق مساجين يحتجزهم في السجون التي أنشأها في مناطق احتلاله ففي مدينة الطبقة بريف الرقة يتخذ داعش من الضرب العنيف وسيلة لاستنتاق المدنيين فضلاً عن أساليب أخرى من التعذيب يفقد السجين على إطرها وعيه ومنها البالينغو ما هو إسلوب البالينغو أحد السجناء السابقين في سجن البرج الأمني وفي لقاء حصري لتلفزيون الآن يتحدث عنه وعن أساليب تعذيب أخرى يستخدمها داعش بحق سجنائه أساليب التعذيب تبدأ بالضرب الضرب طبعاً ضرب المبرح بدون رحمة بدون شفاقة يكون السجين مطمش بطمشات موجودات حالياً والسجين هو مطمش طبعاً بهذا السلوب هذا دائماً السجين هذا وضع السجين داخل سجون داعش الأمنية لا يشوف ولا شيء ولكن مع مرور الزمن صرنا نعرف أن هذه التعذيبية هذه المنفردة عن طريق السمع نعرف أن هذه التعذيبية هنا نجينا على المهجع فالتعذيب يبلش وأنا أكون بهذا الوضع يضربني على راسي بعصايا أكون طبعاً مكلبش إدية مشان ما أستطيع دافع نفسي هذه أول مرحلة من مرحلة التعذيب وطبعاً هي أهون مرحلة وأحسن مرحلة بالنسبة للسجين أنه ينضرب بهذا الأسلوب لأنه في عندهم أساليب أبشأ في عندهم أسلوب الشبح يخل السجين واقف على روس أصابعه بهذه الطريقة ويشبحه مثلاً بالكلبشة بهذا المكان حتى عندما نزل جسمه الكلبشة تحبس إيده فدائماً تلاقين المساجين إيديهم ملتهبة ودائماً ما يقدر ينام لأنه بس نام كبست على إيده فهذا أحد أساليبهم يبلشون به بعد صلاة العشة يتم للساعة 6 الصبح واقف يعني ما يقارب تسع ساعات وقوف فيه كان ما يسمى البلانجو البلانجو هي آلة اللي رفع المحركات السيارات هم اخترعوها لرفع البني آدم يكلبش السجين بالكلبشات بهذه الطريقة ويعلق الكلبشة بالتشنقل ويرفعه لفوق فيصير السجين بهذا الشكل مستقيم يعني أعضاؤه تختلف أماكنها يتم على هذه الحالة ساعة الزمان لحتى ما يفقد الوعي ويفقد الإحساس بإيده يعني فيه عندنا مساجين كانوا لما يجوا ما بيحس بإيده أعلن التلفزيون الرسمي السوري الأحد أن تفجيراً انتحارياً وقع شرق دمشق ما أصفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى وأوضح تلفزيون أن المهاجم الانتحاري كان داخل إحدى ثلاث سيارات ملغومة فيما دمرت السلطات السيارتين الآخرين ولم يعرف على الفور هوية المنفذ أو موقع الهجوم تحديداً فضلاً عن عدد القتلى والجرحى استهدفت قوات الأسد مدينة كفرزيتا بأكثر من سبعين قديفة صاروخية وأفاد ناشطون في ريف حما أن القصف تركز على المركز 107 التابع للدفاع المدني في القطاع الشمالي وأدى القصف إلى حرق سيارة الخدمة وسيارة الإنقاذ وخروجهما عن الخدمة بشكل كامل إضافة إلى عطب أربع آليات بشكل جزئي الأمر الذي أدى إلى خروج المركز عن الخدمة بشكل مؤقت إلى ريف دمشق حيث أصيب تسعة مدنيين إثر قصف متفعيل قوات الأسد على مدينة دومة وجوريحا عدد من الأطفال في قصف لطائرات الأسد الحربية على أطراف بلدة جسرين وأفاد مراسلنا بأن حي جوبر أيضا تعرض لأربع عشرة ضربة جوية في الوقت الذي تدور فيه معارك بين قوات الأسد وفصائل المعارضة المسلحة وتحاول قوات الأسد من خلال هذا فصل المنطقة في السياق نفسه أعلنت فصائل المعارضة تدمير دبابة لقوات الأسد في منطقة عين ترما في ريف دمشق أيضا أصيب نحو 30 مقاتلة من فيلق الرحمن بحالات اختناق وضيق في التنفس جراء قصف لقوات الأسد على الغوطة الشرقية بالغازات السامة الإصابات حدثت إثراء القاء قوات النظام قنابل يدوية تحوي مادة غاز لكلوريسام على نقاط تمركز الثوار وذلك نتيجة فشل قوات الأسد التقدم إلى البلدة لمدة 13 يوما على التوالي ربما سمعتم عن عملة داعش أو شاهدتم صورا لها عبر الإنترنت ولكن هل أصدر داعش فعلا عملة في المناطق التي احتلها أم أن الأخبار المتداولة عنها غير حقيقية خاصة أن أحدا لم يرى خارج مناطق داعش تلك العملة من الرقة مفادتنا جنان موسى لديها الدليل أحمل في يدي شيئا لم يصبق لنا رؤية مثله في السابق إنه أول دليل ملموس من الرقة على أن عملة داعش كانت واقعا على الأرض وليست دعاية إعلامية هذا درهم واحد مصنوع من الفضة كتب على أحد جوانبه الدولة الإسلامية خلافة على منهاج النبوة وعلى الجانب الآخر صورة لمنارة دمشق البيضاء وتظهر مأذنة النبي عيسى في دمشق إضافة إلى العام 1437 هجري أي العام 2016 ميلادي استعملت إن جوني من الدواعش يصبون مفتاح أو وصل هلهم قفل أو شيء ينطوني درهم يا فلس طبعا ليرتذهب ما تشعني ينطني لأنا غالي ما بيعندي شيء بثمنة ليرتذهب الفلس 25 فلس يصرف 250 ليرة و 5 فلس يصرف 50 ليرة والدرهم الدرهم الواحد يصرف 950 ألف 950 ألف ينحسبونه علينا الروح تنبيعه ينحسب 850 تسعمية ننكسر بيو جماعة ثانية صار عندي 60 درهم رح تريد أتخلص منه كوني اسمعتني قوات سوريا قربت تجي وشان ما يروحن علي يموتن يعني قوات سوريا قالوا ما تقبل بالشي هذا رح تبعتني الصائق ذهب غادي عندنا بالتسوق حسبنا عليها بـ 50 ألف وفقا للاجئين من الرقة بدأ داعش بإجبار الناس على استخدام عملته قبل ثلاثة أشهر ولكن معظم النزحين الهاربين من الرقة بدلوا دراهمهم بالعملة السورية عند النزوح لمعرفتهم أن هذه الأموال ليس لها قيمة خارج المناطق التي تسيطر عليها داعش لذلك من النادر أن تجد هذه العملة رغم بحثي الدائم عنها جينال موسى أخبار الآن من شمال سوريا أعلن قائد قوات الشرطة الاتحادية العراقية أن الجيش العراقي تقدم من ثلاثة محاور لملاحقة أفراد داعش في المدينة القديمة بالموصل وأضف الفريق رائد جودة في بيان أنه تم تحرير منطقة الرابعية وجامع العمرية في منطقة بابي لكش في المدينة القديمة بدوره أعلن قائد الحملة العسكرية لتحرير الموصل إن قوات مشتركة من الشرطة الاتحادية والرد السريع حررت عدة مواقع في الجانب الغربي للموصل أكد مدير مركز الجمهورية للدراسات معتز عبد الحميد استنادا إلى معلومات استخباراتية أن تنظيم داعش يشهد انهيارات كبيرة على مستوى قادة التنظيم المتشدد في درعا ومناطق البوكمال مباشرة بعد خسارة التنظيم لقادته في الموصل وأشعر إلى أن العامل الاستخباراتي بين الدول مهم للحد من نشاط وعودة لداعش وتنظيمات إرهابية أخرى هناك معلومات عن انهيار قيادات مهمة في داعش وفي درعا وكذلك في مناطق البوكمال وأيضا في التنف السوري والمفرق كل دلالة أن هذه القيادات قد خسرت تلك القيادات بالقتل وقتلت عن أيض القوات العراقية أو عن طريق الطيران أو كذلك ساهمت في هروبها إلى خارج مناطق آمنة في اعتقادها ولكن العمل الاستخباري كما ذكرت مهم جدا للتنسيق العالي المستوى بين هذه الدول وأيضا دول أخرى مجاورة كالسعودية وتركيا للحد من النشاط وعودة هامش عودة لتنظيمات داعشية تقوم بعمل مباغة وعمل كذلك حرب العصابات في أوقات معينة بتنسيق مع متطرفين متواجدين على الحدود أكد المرصد العراقي لحقوق الإنسان أنه تلقى اتصالات عديدة من عوائل في مدينة الموصل القديمة وعمال إغاثة تفيد بوجود العشرات من الجثث تحت الأنقاض في مناطق محررة وأخرى غير محررة داخل المدينة وقال المرصد في تقرير له أن آلاف المدنيين ما زالوا عالقين حتى الآن في أحياء يحتلها داعش داخل الموصل القديمة وأن التنظيم المتطرف لم يسمح لأي من تلك العوائل بالخروج والوصول إلى القوات الأمنية العراقية بل يصطحبهم معه أينما فر أفاد مصدر عراقي أمني في محافظة كاركوك أن داعش أحرق 12 مدنيا بضريعة ترك ما يسمى بأرض الخلافة في الحويجة جنوب غرب المحافظة وأضف المصدر أن داعش اعتقل المدنيين خلال هروبهم باتجاه ناحية العالم شرق صلاح الدين على طريق الرابط بين ناحية الرياض وجبال حمرين مشيرا إلى أن التنظيم قياد المدنيين ووضعهم في أقفاص حديدية وأحرقهم بعدما سكب عليهم النفط الأسود أظهرت لقطات حصرية حصلت عليها أخبار الآن المجمع الطبي في حي الشفاء شمال مدينة الموصل القديمة وهو مدمر بالكامل تقريبا هذا المكان كان من أهم المواقع التي استخدمها داعش في إخفاء جرائمه المرتبطة بأهل الموصل حيث كان يعدم ضحاياها ويخفي جثثهم مرسلنا وسام يوسف زار المجمع الطبي وأعد هذا التقرير بعدما تقدمت العجلة العسكرية فينا برفقة قوات الرد السريع العراقية لم نعلم أننا داخل المجمع الطبي في منطقة الشفاء الغربية الموصل نتيجة الدمار الذي خلفه مقاتل داعش جراء تحصنهم وتفجيرهم عددا من السيارات المفخخة بالقرب منهم حاليا أنتم متواجدين ضمن قلب الحي الشفاء المجمع الصحي خلفك أعدادية التمريض هذا مثل ما تلاحظ المستشفيات الحمد لله والشكر ثمرت انتصارنا كانت هي انعدام الخسائر تكاد أن تكون معدومة والحمد لله أسفل هذه البنايات استغل مقاتل التنظيم أفتحات المجاري والتمديدات الصحية للتنقل بين مختلف البنايات حيث كان هنا المركز الرئيسي لما يسمى بديوان الصحة لولاية نينوى وكان يتواجد هنا أيضا ما يسمى بوزير صحة التنظيم تم تحرير ما يقارب 90% من هذه البنايات المستشفيات المعروفة لمستشفى الجمهوري وابن الأفير ومصرف الدم ودار المسنين العجزة وغيرهم قتل ما يقارب 49 شخص كذلك تطبيق ثلاثة ما يسمى بوزراء الدولة الإسلامية اللي هو وزير أمير الجند وأمير التصني العسكري وأمير الصحة وأمير ديوان الصحة أحجم أن قتل حسب معلومات اللي وردت إلى استخبارات فقط الرد السريع بوقت أثنية فقط السحالين هم محاصرين والفرقة من صباح هذا اليوم تدك أوكارهم هنا قسم الطب العدلي حيث كان مقاتل داعش يتركون جثث ضحاياهم إذ عثرت القوات الأمنية على وثائق تشير إلى مصرع الألاف من أهالي الموصل كما تشير بعضها إلى السرية الكبيرة في التعامل مع هذا المكان من خلال التعليمات بعد أن تمكنت فرقة الرد السريع من تحرير المجمع الطبي من ضمنها مثل ما تلاحظ خلفي حاليا دار الطب العدلي الذي كان والدواعش يجمعون جثث قتلاهم داخل هذه الدائرة وتسليهمهم إلى ذويهم وخصوصا الأجانب يتم دفنهم عن طريق الأنفاق أو دفنهم عن طريق أماكن خاصة عدهم في هذا المستشفى أيضا الكثير من جثث مقاتلي داعش ما زالت منتشرة برغم أن التنظيم كان يعده أحد أهم مواقعه بعد أن استغل أغلب بناياته كمقرات لمقاتليه ونقطة لإدارة عملياته الإجرامية في مدينة الموصل فقراتنا متواصلة وتجدون فيها بعد الفاصل ارتفاع عدد وفيات وباء الكوليرا في اليمن إلى 1500 حالة أهلا بكم الجديد أحاطة السعودية والإمارات والبحرين ومصر منظمة التجارة العالمية بقانونية الإجراءات التي اتخذتها بشأن قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر انطلاقا من ممارسة حقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وحماية لأمنها الوطني وأوضحت وزارة التجارة والاستثمار السعودية أن ذلك جاء على هامش اجتماع مجلس تجارة السلع في المنظمة الذي عقد في مدينة جينيف بسويسرا بخصوص توافق القرارات التي اتخذتها الدول الأربع مع أنظمة منظمة التجارة العالمية حسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية بعد مرور نحو شهر من القرار الذي اتخذته السعودية والإمارات والبحرين ومصر بقطع العلاقات مع قطر حماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف أكدت الدوحة أمس رفضها لقائمة مطالب الدول الأربع التي تسلمتها مؤخرا وتتضمن 13 بندا وتدرس دول الخليج وضع قائمة عقوبات تجارية تشمل الدول والشركات المتعاملة مع قطر كما أن هناك مساعم من أجل وضع آلية مراقبة لتحويلات المالية الصادرة من الدوحة وكانت الإمارات دعت سابقا جارتها قطر إلى أخذ مطالب دول الجوار بجدية وإلا فإن الأزمة الخليجية يمكن أن تتحول إلى طلاق مع الدوحة من جهة أخرى أكد الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن خروج قطر من المنظومة الخليجية وتغريدها خارج التوافق الخليجي يضعفها ويجعلها مطمعا للحاقدين والمتربصين بأمن الخليج حسب وصفه مضيفا أن باب العودة ما زال مفتوحا أمام الدوحة للعودة إلى الصف الخليجي العربي بالاستجابة إلى صوت الحكمة مؤكدا أنه لا بديل عن التزام قطر بتنفيذ قائمة المطالب العربية أكد المندوب الدائم للسعودية في الأمم المتحدة عبدالله المعلمي أن قطر تصر على زعزعة أمن السعودية ودول المنطقة ودعم الإرهاب الذي هدد العالم بأسره وقال المعلمي في بيان نشرته وزارة الخليجية السعودية الأحد إن السعودية والإمارات والبحرين ومصر اتخذت قرارا سياديا في مقاطعة قطر وذلك حفاظا على ضبط الأمن في المنطقة والضغط على الدوحة لوقف دعم الإرهاب في اليمن شنت الولايات المتحدة الأمريكية غارات على معسكر تابع لتنظيم القاعدة في مديرية الوضيع بمحافظة إبيان اليمنية ووفقا لما ذكرته وسائل إعلام عربية ومواقع يمنية قتل إثنان من مصلح تنظيم القاعدة في اليمن إثر غارات جوية أمريكية بطائرة من دون طيار استهدفت دراجة نارية يقودها المسلحان عند مديرية الوضيع في محافظة إبيان أعلنت الأمم المتحدة ارتفاع عدد ضحايا وباء الكوليرا في اليمن إلى 1500 حالة وفاة واتساع رقعة الجغرافية للوباء إلى 21 محافظة يمنية من أصل 22 وأشرت الأمم المتحدة إلى أن الرقعة الجغرافية للمرض توسعت إلى 285 مديرية و21 محافظة يمنية مع تلقي بلاغات للمرة الأولى عن وجود حالتين يشتبه بإصابتهما بالكوليرا في محافظة حضر موت شرق البلاد نظمت الولايات المتحدة والفلبين دورية بحرية مشتركة في المياه الخطيرة جنوب الفلبين وقال أميرال في البحرية الأمريكية إن مشاركة بلاده مع البحرية الفلبينية تظهر التزام الولايات المتحدة تجاه التحالف وبسياسة ردع القرصنة والأنشطة غير القانونية تفاصيل أوفى في هذا التقرير وسط مخاوف دولية متزايدة بشأن التشدد والقرصنة في الفلبين سيما بعد تحذيرات أطلقها خبراء أمنيون من الدمار الذي يمكن أن يجلبه داعش للبلاد تسعى واشنطن ومانيلا من خلال دورية بحرية دفاعية جنوب الفلبين لردع كل أشكال الإرهاب الذي بدأ ينتشر في المنطقة اتزاد المخاوف من أن يعبر مقاتلون متعاطفون مع تنظيم داعش الحدود البحرية بين ماليزيا وإندونيسيا للانضمام للمتشددين الذي نحتل مدينة ماراواي جنوب الفلبين قبل خمسة أسابيع توفر هذه المنطقة مزايا كثيرة من الناحية الجغرافية لداعش بسبب قربها من دول أسيوية إسلامية كبرى ومن جهة ثانية تقدم الفلبين وما يجاورها من اندونيسيا وماليزيا نقطة جذب لخزان بشري حيث أكبر وجود إسلامي في شرق أسيا مخططات داعش الخاص بالانتقال إلى جنوب أسيا وشرقها إنما جاء كردات فعل بعد تعظم الخسائر الميدانية التي لحقت بالتنظيم في الشرق الأوسط على أكثر من سعيد بدءا من العراق في عقاب طرده من قلب المدينة القديمة في الموصل كما أن وضعه في سوريا معاد مريحا مع اقتراب ما يتوقع أن يكون معركة حسم فرقة بتعاون دولي ومشاركة أمريكية ومما يجعل من جنوب شرقي آسيا محل جذب لداعش هو سهولة تمويل عبر الحصول على أموال تجارة المخدرات ومثلما مول داعش عملياته في العراق وسوريا من النفط المهرب وبيع الأثار فإن تهريب المخدرات في جنوب شرقي آسيا يعد الطريق الأيسر لتمويل وفي مجال التعاون الأمريكي لا تزال إدارة رئيس دونالد ترامب تتعاهد بالقضاء على تنظيم داعش أينما ذهب وتستمر في توفير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الفلبين ففي الأوينة الأخيرة تم تسليم أنواع مختلفة ومتعددة من الأسلحة الخفيفة وقاذفة القنابل والقوارب الحربية إلى الجيش الفلبيني بعد أن أرسلت العام الماضي أيضا خذات قتالية وأجهزة إرسال واستقبال وطائرات مسيرة للاستخدام العسكري أعلن مسؤول في ولاية بورنو نيجيرية القضى على مقاتلين لجماعة بوكو حرام الإرهابية بين اللاجئين كانوا قد عبروا من الكاميرون واعتبرت الأمم المتحدة أن تصاعد هجمات بوكو حرام وتدفق النيجيريين العائدين من الكاميرون يزيدان من الضغط على مخيمات نازحين المكتضة أصلا في شمال شرق نيجيريا محذرة من إجبار المدنيين على العودة إلى بلادهم فاصل قصير ونواصل نشرتنا عفق معنا أهلا بكم من جديد والآن إلى جولة الصحافة نبدأ جولتنا مع صحيفة الوسط البحرينية التي عنونت سامسونج تطلق نسخة خاصة بفيلم قراصنة الكاريبي من هاتفها جالكسي اس ايت أطلقت شركة سامسونج نسخة جديدة خاصة بالإصدار الجديد من فيلم قراصنة الكاريبي من هاتفها الذكي جالكسي اس ايت وذلك مع اقتراب موعد إصدار الفيلم وبخلاف بعض النسخ الخاصة التي سبق للشركة الكورية أن أطلقتها مع هاتفها الذكية السابقة لا تقدم نسخة قراصنة الكاريبي أي جديد في الهيكل الخارجي إذ لا تأتي مع شعار الفيلم كما فعلت سامسونج مع نسخة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية السنة الماضية وإلى صحيفة البيان الإماراتي التي عنونات آيفون المستقبل يوقذك من دون ضبط المنبه تخطط شركة أبل لاستخدام جميع البيانات التي تجمعها عن الشخص في محاولة لخلق تجربة نوم أفضل لمستخدم هواتف آيفون المقبلة توقعات العمل على نظام جديد للمساعدة في تحسين أنماط النوم جاءت بعد منح الشركة براءة اختراع جديدة مؤخرا من قبل بكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية وإلى صحيفة الرأي الكويتية التي عنوانت هيوندي كونا رياضية مدمجة عصرية كشفت شركة هيوندي موتور عن أحدث طراز من المركبات الرياضية العصرية المدمجة متعددة لاستخدامات ودشنت شركة طراز كونا بتصميم قوي ضارب ذي شخصية كاملة السمات والمزايا ليستقطب المستهلكين العصريين الذين يعيشون حياة نشطة صحيفة النهار اللبنانية عنوانت اليوم هذا الهاتف هو الأول في العالم بلا بطارية ابتكر باحثون في جامعة واشنطن الأمريكية هاتفا محمولا يعمل من دون بطارية حيث يستمد شحنه من الهواء المحيط به ليصبح أول هاتف محمول في العالم خاليا من البطارية حيث يعتمد الهاتف في شحنه على ارتداد الإشارات التناظرية بدلا من الرقمية لإجراء مهامه كهاتف وأخيرا صحيفة اليوم السابع المصري عنوانت سامسونج تستعد لإنشاء أكبر مصانع في العالم لإنتاج شاشات الأوليد تخطط شركة سامسونج لإنشاء أكبر مصانع أوليد في العالم في كوريا الجنوبية لتعزيز إنتاج شاشات أوليد مرنة من أجل هاتف آيفون 8 المقبل من أبل وتتحكم شركة سامسونج ديسبلي في 98% من الأسواق العالمية لشاشات أوليد المرنة الصغيرة والمتوسطة خبرنا التالي إلى كل محبي القهوة إذ توصلت دراسة حديثة إلى أن شرب القهوة يعد مفتاحا لمكافحة السمنة لاحتوائها على الكافيين في التفاصيل تبين أن الكافيين وهو منشط فعال يساعد في حرق السعرات الحرارية عن طريق تعزيز إنتاج هيرمون الأكسيتوسين وهو هيرمون يؤثر على الشهية والتمثيل الغذائي الأمر الذي يسهل عملية نحت الخصر كشفت دراسة علمية حديثة أن السمنة تؤدي إلى زيادة معادلة البقاء على قيد الحياة بعد الأزمة القلبية ووفقا لموقع صحيفة دايلي ميل البريطانية وجد الباحثون أن المرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة وعانوا من أزمة قلبية كبيرة كانوا أكثر عرضة للبقاء على قيد الحياة بمعدل 30% بعد ثلاث سنوات من الإصابة وكانوا أكثر عرضة للتعافي بشكل أسرع وقضاء وقت أقل في المستشفى أعلن موقع فيسبوك عن توفير خاصية فايند واي فاي أمام جميع مستخدميه على جميع تطبيقاته المحمولة بعد فترة من التجربة المحدودة وتستهدف خاصية فايند واي فاي مساعدة المستخدمين أثناء السفر والتجول خصوصا من لا يمتلكون أي إمكانية أخرى للاتصال بالإنترنت أو من يريدون التوفير وعدم دفع أي مصروفات إضافية للحصول على باقاته المحمول وفقا لما أورده موقع The Next Web قبل أن أودعكم إليكم تذكير بأبرز العنوين قوات سوريا الديمقراطية تحرز تقدم جنوب الرقا إثر انسحاب تنظيم داعش منها الجيش العراقي يقتحم مدينة الموصل القديمة من ثلاثة محاور الدول المقاطعة لقطر تؤكد لمنظمة التجارة قانونية إجراءاتها وصلنا إلى الختام للمزيد يمكنكم دائما مشاهدين متابعتنا على موقعنا الإلكتروني كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا مشاهدة بثنا المباشر في الموقع ذاته شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر شكرا